الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من جيجل يقول تزوجت بنت عمي ورزقني الله تعالى منها ولدا هو قرة عيني ربي يحفظه لك ويجعله من الصالحين ويجعله من العلماء العاملين وبسبب مشكل تافه طلقتها الله يهديك الله يهديك طلقت بنت عمك طلقت بنت عمك علاجة المشكل تافه طلقت بنت عمك وحركت لها القلب انتحها وحركت القلب تعمك علاجة المشكل تافه لو كان قلت لي حاجة مقنعان قولوا عندك الحق بصح حركت تقول مشكل تافه يا دراء وشنو هذه المشكل تافه يا سعدو لدى جيجلية يا سعدو انا قلت لكم الانسان لدى مرأة جيجلية الجيجلية مشهورة معروفة باللي تخدم الزوج وتخدم بابه ويمه حتى كاي الناس في جيجل في جيجل لما جيت خطبه في بنته تقول له نسكنها وحدها ما يطيها لكش كي تقول له نسكنها وحدها يقول لك ما تديهاش إذا تسكنها مع بابك ويمك لأن جارة العادة عندهم أن المرأة هذه تصيبها تخدم راجلها وتخدم مالين تعارجلها يا سعدو لدى جيجلية وما زالين قلها كانوا نساة اعجيجل السمعوا السمعوا باش تعافوا الشرفت على المرأة الجزائرية عليها نقول لكم أنا ربي نعم علينا احنا في الجزائر بيعني أجمل أنواع النساء والحمد لله ربي العالمين على هذه النعمة المرأة الجيجلية كانت كي تخبز هي تخبز زعما دارها تسحق ثلاثة خبزات هي دير ستة ثلاثة لدى وثلاثة وش دير توجدهم وتسقمهم وتخرجهم قدام الباب ما يشعر فقعش كون جاية كل منهم يحطوا الخبز قدام الباب يجي عابر سابر يجي إنسان أي واحد يجي يدي ويأكل وصدقة عليها صدقة هذه الصدقة هي لطفت النار في جبال جيجل هي ليوفقكم ربي وطفيتوا هذه النار تعرفتنا لي وقعت ولا الجزائر يقتل خواه الصدقة ودعو الخير وهذه الفحلات اللي كانوا يباتوا يدعيوا في ربي يدعيوا ربي صادقين فربي طف النار ماشيش طارت تعنا أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة يا سعد للداججرية ما لنت يا طلقت بنت عمك بسبب مشكل تافه يقول وأنا في حالة غضب شديد ما كاش لي طلق مرتوه هو فرحان قال لي طلق مرتوه في غضب شديد انت وين سبت الرجل يقولها يا زوجتي العزيزة تعالي لأطلقك ما كاش هذي هذي فلم ما صار هذا ولا ما كاش قال لي طلق مرتوه في حالة غضب انسى هذي مسألة كنت في غضب ولكن كائن غضب من غضب وأنا في حالة غضب شديد حيث صرت كالمجنون وهي منذ شهرين في بيت أهلها وأنا أريد إرجاعها إنسان طلق زوجته وكتقول بلغت من الغضب درجة الجنون يا خاردة قلتها ها وقالها وأنا في غضب شديد حيث صرت كالمجنون المجنون في الشريعة الإسلامية مكلف ولا ماشي مكلف ما قالش عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وقال عن المجنون حتى يفيق عن المجنون حتى يفيق والذي رفع الله عنه القلم كيف تطلق زوجته وهو موش مكلف أصلا ها أما لا مادم بلغت من الغضب درجة الجنون فطلقك لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق لا طلاق في إغلاق وفو سير الإغلاق بالإكراه وفو سير الإغلاق بالجنون وانت مرفوع عنك القلم أما لا غير تسمع هذا الحصة دكها غير تسمعها روح قلع ورفد مرتك روح ادي مرتك لاي من أسرة تاعك لاي من الشبل واشنو تكون شوية ما تكونش جامد مش يتروع المرتك قال جيت نديك أكتعب بو كيف له حاجة هدية قرعة ريحة قال العلماء وليهدي لها هدية أدي مرتك أم موليدك أعرف كيف أسلم على رأس عمك مش يتجي جاف كين يابسين بلك هو ناوي يطيلك مرتك يروح يسرسوني قدم دور يدي صوني واش أكتسنع يخرجوها لك عروسا اهبط شوية أسلم له على رأس ويا عمي وقد جابها بليس أدي معك بابك أدي معك الإمام تالجامع شوية وزيد قرعة ريحة لهم ماها مرتعمك سقم الأمور وعدنا رحت نصلح بين راجل ومرتو كي نجحت صلحت بيناتهم قلت له يا ودي رح شري جاجة شوية وتعشنته ومرتك اليوم كيف كيف قال لي ما عنديش قال يطيني أعطيني شري جاجة زيت أعطيت له ستين ألف زد لي ستين ألف دوش كالفي جيبي المهم رح شري جاجة وتصالح مع مرتو أما للأخ هذا يا السائد تعجيب زوجتك ما طلقتش طلق ما وقعش باش تعود تتزوج زوجتك ما زالها زوجتك ماشي وقع الطلاق وتنتظر حتى تنكيح زوجة غيرها وتعود طاودها ما وقعش طلاق ما زالها في عصمتك ما زالها مرتك روح ادي مرتك ولا شيء عليك وأحسن جي جليا ما تنسوا تسلموا لي على طلبة جامعة تاسوست الله يعلم أني أحبكم يا طلبة جامعة تاسوست سائل يقول أو سائلة تقول أختي تعيرني بأنني عاقرة يعني عاقرة تقول لي يا العاقرة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يقول لي لي واسمك أختي هذه أختك دمك ولحمك ودينك تقول لي عليها يا العاقرة تقول لي لها في وجهها يا العاقرة والسؤال السؤال ما قدرش نقراه خاش قلبي روي حلق لو كان نقراه نبكي وتبكي ومعايا خاشكي قالت له الكلام قدام راجلها وقدام عجوزتها وراجل بكى راجل أختك بكى على كلمة يا عاقرة حسبنا الله ونعم الوكيل ما لنت يا راكي ما قلت يا أشل أختك راكي تسبيتي يا ربي لأن ربي هو ليقسم شو راكي تسبيتي يا ربي راكي تسبي فيها ربي راكي توري لربي بأنه لم يعدل ربي هو ابتلىها بهذا الابتلاء هي راضية بقضاء الله وزوجها راضي بقضاء الله وربي يعطيهم العجر ما عاقر ولا عشرة قع عاصين الوالدين أنا شفناك هاي ناس عندهم ذورية مش ما عندهمش ولكن واحد يسب ربي والآخر تعم خديرات والآخر قتال والآخر يضرب يمه باباه يعني حاصلين بهم لا لا عقر أفضل ربي هو لقسم كم عالم يسكن بيتا بالكراه وجاهل يملك دورا وقراء لما قرأنا قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء اسمعي لتعير أختك اسمعي إلى القرآن وهو يصيح على أمثالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمعي لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عظيم قدير اسمعتي ويجعل من يشاء عقيمة وهذه ممن يشاء الله أنت يجي لختك تقول لها يا العاقرة وتعايريها وتبكيها والله هذه الدمعة لخرجت من عينها وهذه الدمعة لخرجت من عين راجلها والله العظيم تتحول في حقك إلى جمع ما لا أزربي يستغفري أزربي وش أنا يقول لك ما ليش إحنا خدعك أو كادي يقولك ما فيها فيها أزربي يستغفري ويندمي وتوبي إلى الله وخرجي صداقة وروحي لأختك وقعدي قدام باب دارها أرقدي التملأ بغير حطي وجك على الأرض ولا يختي جيث نطلب السماح ما نخرج منها حتى تسمحي لي وبكي لها وحليها حتى تحلك الباب وتعنقك وتقول لك أني سمحت لك التمك عارفي بللي ربي يسمح لك أما راكي ما تطلبتيش السماح فأنت في خطر عظيم لأنك أنكرتي على الله أنكرتي على الله ربي قال ويجعل من يشاء عقيمة من يشاء عقيمة وانت رحتي لهذه المبتلات عيرتيها بالابتلاء كاين إنسان يعير أعمى بالعامة كاين إنسان يعير مبتلى والمبتلى أقرب إلى الله من الصحيح ولكن ربي يبتلك أنت لكن يبتلك الآن وانت قادر على ابتلاتها يا ربي هاي أختك مأجورة على ابتلائها هاي أختك مأجورة على ابتلائها أنت ستكونن مأزورة ملا الزربي طلب يسمح وربي يخفر لك وربي يسمحك وهذه اللي قلت عليها عاقرة أسأل الله جل جلاله وأمن على دعائي أن يحي رحمها أن يحي رحمها ويرزقها ولد صالح وبنت صالحة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته